خواست الشريف أنا هسألك سؤال واضح تقريباً أنا متأكد من أول ما حضرتك بدأت مشوارك المهني الطويلة الرائع الكبير تقريباً تكون بتناعش نفس المشاكل نفس الموضوعات نفس الأفكار عشان كده أنا بفكر النهاردة هسألكم في إيه فأنا حاس أن أنا بقول أسئلة أنت ممكن تكون تسألتها في 80 لقاء تليفزيوني و80 لقاء صحفي قبل كده وبناءً عليه أنا عايز أشوف مخرج لده هنخرج إزاي هنخرج إزاي من الدائلة المقفولة اللي حم نبضل قاعدين جواها ومش عارفين نلاقي نفس حتى أو متنفس منا أولاً طبعاً يعني بأكد على كلام الأستاذ جمالي الزهيري في كل الأزمات دي وبرد على حضرتك طول ممكن أنا أقولتها كتير ما الهواء والمتطوعين أو المتطوعين بيديروا عمل احترافي هتبقى دي النتيجة لأن انت في الآخر ما انتش عارفت حزبه يعني ما انتش قادر حتى يعني تقنع الناس اللي موجودة دلوقتي بتدير الكرة المصرية بأن هم عندهم أخطاء ويجب عليهم أن يتنحوا جانباً أو يستقيل ليه؟ مخوفك بقى بفزعة الفيفا والمساق الأولومبي والكلام ده كله فلا أنا مش هستقيل وإحنا وخداش برسالة طني بقى وإحنا 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 لسه مخدش فرصتي طبعاً يعني أنا بقى لدلوقتي 32 سنة في الشغلانة دي طبعاً بقى وعصرت يعني أجيال عظيمة كرؤساء اتحادات ومجالس إدارات وكلام ده كله للأسف شديد عبر 32 سنة ما شفتش مشروع أو برنامج انتخابي لقائمة أو لمجلس إدارة أدار اتحاد الكرة كله عشوائي وكله بالصدف حتى فوزنا بكاس الأمم 98 كان جهد كابتن جوري والمجموع اللي معاه فوزنا بتلاتة كاس أمم يعني مش عايز أقوله كان مخطط ليه ولكن كان نتيجة جهد فرق دي من اللي هو حرب لما عمل دور القطاعات وأفرز لنا المنتخب اللي خاد 2001 برونزيت كاس العلم والمنتخب بتاع كابتن شاو غريب والمنتخب بتاع كابتن شاو غريب والمنتخب بتاع كاس الأمم 2003 وراح كاس العلم للشباب وضموا بيهازين على وعد والجزء اللي جه بقى اللي تفضل من 98 اللي كان فيه كابتن حسام حسن وأحمد حسن وعصام الحضري وعب ظهر السقه ونضم ليهم بقى أبو تريكا وبركات وكلام ده كله أنا آسف على مقطعة الاسترسال بس خليك فاكر كويس لو كنا خسرنا من كوديفور في نهاية 2006 كان المشروع ده كله ما كنش اه طبعا بالتأكيد طبعا لا لو كنا خسرنا من السنغال فابل النهاي كمان لأن كان فيه ضرب الجزاء واضحة لمنتخب السنغالي وعدت فسعدنا للنهاي وكسرنا برقلات ترجيح ربنا برضو رب إيد ربنا دعوات الجماهير لـ 120 ألف اللي كانوا موجودين في الاستاذ يعني ولكن المشروع نجح وكابتن حسن شحاتة اتوفر له ثلاثة أجيال إضافة إلى الضافات الجديدة بطريقة وبركات والناس اللي كانتش موجودة بالاستمرار في المنتخب أو كان أول ظهور لها مع كابتن حسن شحاتة وربنا كرم وخدنا ثلاثة كاس أمم وربعة وكان الجيل ده يستحق أنه يوصل كاس العالم عشرين عشرة ولكن الزروف ما فما وصلناش فما فيش مشروع أو ما فيش أهداف معينة للتحاد أو لمجلس إدارة للونج طايم هنعمل إيه؟ سبقات النشئين بتتم بالهوى يعني أغلبها بيحسن بقرارات من اتحاد الكرة يعني فيه مبارانة هائية ما تحسمتش غد دلوقتي في دور الشباء النشئين وبين الأهل والزمالك حتى الآن نتيجتها من عفش مين بطل الموسم ده فأنت عندك أزمة قصة الأهم بقى وهي قصة الخطابات المخفية إن أغلب هذه الخطابات بيتم إخفاها بناء على اتفاق ما بين مجلس إدارة للتحاد الكرة والنادي اللي موجه له الخطاب سواء خطاب بقى بقفقد أو خطاب بغرامات مالية يعني مؤخرا سمعنا أن الزمالك عليه 78 مليون جنيه شمعنا؟ شمعنا دلوقتي مديمة نديونيات بقالها سنة واثنين ليه ظهرت دلوقتي قبل الترخيص ما دي أزمة وأكيد نادي الزمالك عارف أنه عليه كذا أو المسؤولين اللي كانوا موجودين في نادي الزمالك وعداء لأنه هو بيجي يأيد فأنت عليك مديونيات فبعش تأيد فبيأيد طب إيه إلا تجد ولت ولا تقال حتستدد إمتى فأزمات كتيرة إقاف القيد أما أنت عرف أن القيد موقوف والزمالك يروح يتعقد مع ثلاث لعيبة وبعدين يعلم بعد ذلك أنه ما فيش قيد فالثلاث لعيبة يمشوا من عنده كلها كوائز يعني تعرف أنه 18 نادي الموجودين في الدور الممتاز السنادي ما فيش غير ثلاث أندية بس زيرو ديون للتعاد الكرة أهلي بيراميدز فيوتش بقيت الأندية كلها مديونة الزمالك ظهر ليه؟ عشان المشاركة في دور أبطال أفريقيا فعليه مديونيات ولازم الترخيص يروح أنه معلوش دي مديونيات أو عقوبات من الفيفا وهو الأخ فأنت عندك أزمة في إدارة ملف في كرة القدم في مصر وأزمة طورستها الأجيال وما فيش حد دور على حل مقنق ليه؟ لأنها الوجوه هي هي يعني حتى الأفكار يعني الوجوه ممكن تتغير يعني تتبادل مواقع والأفكار هي هي بيشتغلوا يوم بيوم يعني ما تعرف أن الجدول الدوري بيتعمل أسبوع بأسبوع أنا واحد من الناس بيشتغل في المهنة معرفش مين حيلعب فين يعني تلاقي الأسبوع حاجة مؤجلة وفي نفس الأسبوع حاجة مش مؤجلة أو أسبوع تاني دخل في أسبوع أنا بقيت أطلع على الهوى ما بقودش الأهلي وبرمز بيلعبوا في الأسبوع الكذا تمام؟ ليه؟ هتلعب ربعا أنا بكلمك بصراحة اللي هو إيه أنا بيتشعري في الأسبوع ده إمتى ومفين بس بتتكلم على الأسبوع الثمانتاشر وفي فينا بتتكلم على الأسبوع الثالث جزء الثاني فيه؟